اشتركوا في القناة نحاول نقدم فيها بعض الأفكار والمعلومات لغاية دخلنا نعرف تاريخنا ونعرف به الأجيال القادمة إذن العنوان ديال الحلقة ديالنا اليوم هو ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين هذه المناسبة هي حدث عظيم وتاريخي مهم هو ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال من هنا كيبان بأن المملكة المغربية ما حصلتش على الاستقلال ديالها بسهل وإنما جاء عبر محطات كثيرة ومن بين هذه المحطات هي هذه المحطة المهمة لهي تقديم وثيقة الاستقلال فهذه الحلقة سنتعرف على هذه الوثيقة ونشوف أيضا السياق التاريخي ديالها ونشوفها أيضا بأنها كدخل من بين الداكرة التاريخية والوطنية ديالنا ثم سنتعرف أيضا على أبعادها الوطنية وعلى صورة من صور التحام العرش بالشعب ونشوف كذلك بأن هذا الالتحام بين العرش والشعب كي يبين على أن نحافظ من خلال هذا على التوابط الوطنية وعلى المقدسات الدينية وعلى الحوزة الطرابية كذلك وبالتالي فهذه الحلقة سنتعرف على المعاني والعبر الكبيرة والدروس اللي خصنا نستحضروها في حياتنا دائما وباش نزيد ونعرفه أكثر على هذا الموضوع غاد نخليكم مع هذا التقرير ثم بعد ذلك نعود أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين الوثيقة اللي تنتكلموا عليها في هذه الحلقة هي اللي تتسمى وثيقة الاستقلال والتضمنات وهد العدد من الأفكار منها التأكيد على أن الدولة المغربية تمتعات دائما وأبدا بالحرية والسيادة الوطنية وحفظات على استقلالها طيلة قرن حتى تفرضات عليها الحماية والتضمنات الوثيقة كذلك مبررات هذه الحماية اللي منها إدخال الإصلاحات اللي كيحتاجها المغرب في المهيدين الإدارية والعدلية الثقافية والاقتصادية والمالية والعسكرية وفي المقابل تضمنات الوثيقة نفسها مبررات إعلان هذه الوثيقة حيث الحماية بدلت للحكم اللي كان في المغرب بنظام مبني على الحكم المباشر والاستبداد وسلب خيرات البلاد لفائدة فرنسا اللي فرقات من أفراد الشعب المغربي وميزت بنتهم في كثير من الحاجات والمصالح بل احتكرات خيرات البلاد كلها وفقرت المغاربة ومنعاتهم من المشاركة الفعلية في تسير بلادهم ومن الأسباب الأخرى اللي كانت من وراها هذه الوثيقة هو شعور الأمة المغربية بحقوقها وواجباتها تحت رعاية ملكها المحبوب جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله طرح أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين نظرا لهذه الأسباب للتذكرات في الوثيقة قرروا المقاومين المغاربة لوقع لها ما يلي أولا المطالبة باستقلال المغرب ووحدة ترابه تحت ظل ملك البلاد سيد محمد بن يوسف ثانيا طلبات الوثيقة من جلالة الملك لقاء الدول باش تعترف باستقلال المغرب ثالثا طالبات كذلك من جلالة الملك إحداث نظام سياسي تحفظ به حقوق المغاربة من ناحية أخرى قابلات فرنسا هذا التحرك المغربي باعتقال عدد كبير من الناس منهم أولا الناس الموقعين على الوثيقة وغيرهم الوطنيين وهذا الموقف ديال الحماية دخل البلاد في كثير من المظاهرات والانتفاضات الشعبية ومات عدد من الشهداء الشي اللي يشعر نار الغضب الشعبي في البلاد وهي نار ما تفاتش إلا لما اعترفت فرنسا باستقلال المغرب عام أعزائي المشاهدين كيف ما شفتم معنا في تقرير كيتكلم على ذكرى تقديم وثيقة لاستقلال والوقت فاش كانت تبعوا تقرير كانت مجموعة من الجمال كتظهر على الشاشة ديالنا هالجمال هي اللي غاد ينعودون نشوفوها على الشاشة ديالنا تبعوا معايا إذن غاد ينقرى هذا الجمال أنتم اتبعوا معايا وكذلك المستفيدات المستفيدين ديالنا إذن الجملة الأولى تقول المغرب دولة عريقة ذات سيادة وتاريخ جملة الثانية رفض المغاربة نهب خيرات بلدهم من لدن الاستعمار وعيد رفض المغاربة نهب خيرات بلدهم من لدن الاستعمار فعلا المشاهدين كيف مشفنا في تقرير بأن المغاربة رفضوا أنهم يدروح نوع ديال الاستسلام لأن الوقت فشقدموا المغاربة هالوثيقة قامت سلطات الحماية بتدخل عنيف ضد المغاربة والمغربيات الذين رفضوا هذا الاستعمار وبالتالي الوقت فشقدموا هالوثيقة ديال المطالبة بالاستقلال كان تردت الفعل ديال المستعمر أنها كانت تردد ديالها عنيفة وهذا الشيء اللي شفناه في تقرير بطبيعة الحال وليس نقش فيه فيما بعد نشوف الجملة الثالثة ضح المغاربة بالغالي والنفيس من أجل الاستقلال فعلا شفناه في تقرير أن المغاربة ضحوا بالغالي والنفيس من أجل حصول المملكة المغربية على الاستقلال وباش نزيدو انتبتو كتر هات التعلمات اللي شفناها في هات التقرير غادي نسول لمستفيدين ديالنا وغادي نتوجه لعائشة عائشة اشنا هو الموضوع ديال هات التقرير هو تضين وثيقة لاستقلال تبارك الله عليك عائشة صحيح بالفعل تقرير كيتكلم على تقديم وثيقة لاستقلال وهذا الوثيقة اللي كان أول مطلب من المطالب ديالها هو المطالبة بالاستقلال وغادي نتوجه لخديجة خديجة الوقت فاش قدمون مغاربة هات الوثيقة كيفاش كان تردد فعل ديال السلطة لحماية جفت تقرير سلطات الحماية قتلوا بزاف ديال المغاربة واعتقلوا بزاف ديال المغاربة احسنتي خديجة تبارك الله عليك هات شي كيدلع لانك تبعتين معنا تقرير مزيان فعلا مشاهدين الوقت فاش قدمون مغاربة وثيقة لاستقلال قامت سلطات الحماية باعتقال الكثير من الشباب وقتلت الكثير من المواطنين المغاربة لانها حسات بان الخيرات التي كانت تنهبها من المغرب صبحات ايامها معدودة اذا الان غد انتوجه المستفيدات والمستفيدين ديالنا كذلك وغد انسول الرياس الرياس واش مغاربة فعلا استسلموا عندما كانت ردت فعل السلطة الحماية رد عنيفة واش مغاربة استسلموا تفضل الرياس لا المغاربة ما استسلموش وقاوموا المستعمير وقدموا سبيل الوطن شو هذا اكتار وضحوا لحماية بلادهم تبارك الله عليك الرياس فعلا مغاربة نظرا لحبهم لوطنهم ولتعلقهم بملكهم لن يستسلموا ابدا وبقوا كتلة واحدة ويد وحدة وراء جلالة المغفور له السلطان محمد الخامس طيب الله طراه وخرجوا في مظاهرات واحتجاجات حتى نال المغرب لاستقلال ديالو في سنة 1956 اذا من هناك نشوفوا من هنا نرى مشاهدين الكرام بان المغاربة ضحوا بالغالي والنفيس من اجل حصول على الاستقلال والاستقلال موصلشنا بالسهل وانما مر عبر محطات كثيرة جدا واشفنا ايضا ان هناك ثلاحم وطيض بين العرش والشعب ومن بين نتائج ديالو ان المغرب حصل على الاستقلال ديالو سنة 1956 وكيفما عودناكم مشاهدين في هذه الحلقات الخاصة بالتقيفية والدائمة كنشوفوا فيها مواضيع حيوية مواضيع تاريخية مواضيع مرتبطة بحياتنا اليومية وكنتبتوا فيها كذلك تعلمات اللي كتكتسبوها في الحلقات السابقة وكي نزيد ونرسخوه ونتبتوا التعلمات ديالكم تبعوا معايا هذا النشاط اللي غضي يظهر امامكم على الشاشة إذن كما كتشوفوا معايا في هذا النشاط عندنا ثلاثة ديال الكلمات وكل كلمة بطبيعة الحال نقصها حرف من الحروف إذن غادي نبدأ مثلا بكلمة الأولى هذه الكلمة الأولى نقصها حرف اللي هو حرف ثا كما كتشوفوه جا أو جلو الحرف تا لول جا متصل الحرف تا تاني جا منفصل لحرف تا تالي جا في البداية كما كتشوفوه الآن على الشاشة ديالكم يلا الآن غادي تكتبوا على الألواح ديالكم لحرف المناسب لكلمة الأولى يلا تفضلوا بشو يعليكم وكنطلب كذلك من المشاهدات والمشاهدين اللي كيتبعونا في بيوتهم أنهم كذلك انجزوا معنا هاد التمارين ويتفعلوا مع هاد الأنشطة والغاية من هاد شي كامل هو أننا كنتبتوا تعلمات ديالكم لاخذيتوها في الحلقات السابقة يلاكملتون المستفيدين ديالنا نرفعوا الألواح ديالكم نرفعها بطريقة صحيحة باش تبنلي يلا سلمة عائشة عائشة كتبت الكلمة كلها واخا مزيان تبارك الله عليكم إذن الحرف المناسب هو لغا نشوفوه الآن على الشاشة ديالنا لونناه باللون أحمر وغادي نضعوه في المكان دياله الصحيح كما ترون إذن هذه الكلمة اسمتها كنقروها وثيقة وثيقة أعيدوا وثيقة 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 جيد لأن هناك فرق بين حرف تا وحرف الثا هناك فرق في النقاط وهناك فرق أيضا مشاهدين في النطق وإذا بغادي نمروا لكلمة التانية إذن كلمة التانية كذلك لنطلب منكم تكتبوا الحرف لناقص في هذه الكلمة وتكتبوه لنا في الألواح ديالكم إذن كتبوا الحرف المناسب المناسب لهذه الكلمة وكنطلب كذلك من المشاهدات والمشاهدين ينجزون على هذه الأنشطة في البيوت ديالهم إذا كملتوا رفعوا الألواح ديالكم نعم سلماء ملكة جيد خديجة رفع له أحد يلك آه ما قدتش توصل لي الحرف واخر نشوف له أحد يلك رفع له أحد يلك نشوفها ما فيها بس يا الله اركزي معنا اركزي معنا خديجة إذن الآن جميع المستفيدين ديالنا جواب ديالهم صحيح فقط خديجة مركزتش معنا في هذا التمرين في هذه الكلمة التانية فعلا الجواب الصحيح هو اللي غادي نولوه باللون الأحمر كما كتشوفوا معي وغادي نكتبوه في المكان دياله المناسب إذن الكلمة ديالنا هي خيرات أعيدوا خيرات أعيدوا مرة تانية خيرات تبارك الله عليكم غادي نسوي لك خديجة اركزي معي حرف الخ فين جافت هذه الكلمة في أول كلمة تبارك الله عليك جيد إذن خيرات دبا غادي نمروه لكلمة الأخيرة تالتة والأخيرة كيف ما كتشوفوا معي هذه الكلمة نقصها واحد لحرف اللي مطلب منكم هو أنكم تكتبوه على الألواح لحرف المناسب لهذه الكلمة هلها بسرعة تكتبوه لحرف المناسب وكنتمنى كذلك من المشاهدات المشاهدين كيتبعوه معايا هذه الحلقة يكتبوه هذ الحرف في الألواح ديالهم أو في الضفاطر يلاكملتوا رفعوا الألواح ديالكم تفضلوه مليكة بقتلنا مليكة وسلمة سلمة مزيان مليكة ركزي جيدا ركزي جيدا مليكة كان ضرع لا لكلمة الثالثة والأخيرة ركزي جيدا مزيان خديجة كذلك إلياس سناء ممتاز هنا خصة اركزي اركزي مزيان عائشة لكلمة المناسبة عائشة أو الحرف المناسب عفوا هو الثاء مربوطة متصلة في الآخر هذه هي هذه هو الحرف المناسب وقد نكتبوه في المكان ديالو الصحيح والكلمة ديالنا أصبحت هي دولة دولة أعيدوا دولة أعيدوا مرة ثانية دولة تبارك الله عليكم كنتمنا من المشاهدات والمشاهدين لكي تتبعوا معنا هذه الحلقة في بيوتهم يتفعلوا معنا ويتفعلوا مع هذه الأنشطة لكي تنجز إذن مشاهدين وطيقة الاستقلال مناسبة للأجيال الصاعدة لإدراك حجم ومستوى التلاحم بين العرش والشعب وبتخليد هذه الذكرى الحافلة بالرموز والقيم الرفيعة كي يجدد المغرب التأكيد على مواقفه التابتة وتلاحمه وتضحياته في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب وحمايتها بالغالي والنفيس كما تعتبر هذه الذكرى برهانا على إجماع المغاربة والتفاتهم حول قيادة ملكهم المفدى المغفور له محمد الخامس طيب الله طرى وبهذا العبارة الآن لقد نشوفها على الشاشة دينا تاريخ بلادي مجيد أتعرف عليه فعلا مشاهدين تاريخ بلادنا مجيد ومليء بالمجموعة من المحطات مهمة وأساسية وقصة نعرف بأن الاستقلال محصناش عليه بالسهل وإنما جاء بعض محطات كتير جدا وتاريخ المغرب عاريق ومتجدر في التاريخ ولهذا سنعتز بلادنا ونفتخر بها إذن غادي نخليكم مع هذا الشعار اللي كنشوفوه الآن على الشاشة وهو اللي غادي نعود نقرأ وأرده بعد مني تاريخ بلادي مجيد أعيد تاريخ بلادي مجيد أتعرف عليه أتعرف عليه نعيد مرة ثانية تاريخ بلادي مجيد أتعرف عليه تاريخ بلادي مجيد أتعرف عليه تبارك الله عليكم مشاهدينا كما تبعتم معنا في هذه الحلقة شفنا واحد حادث مهم وتاريخي وأساسي في تاريخ دينا العريق لهو تقديم وثيقة الاستقلال وبسبب هذه الوثيقة حصل المغرب على الاستقلال دينا هذه الوثيقة ما هي إلا محطة من محطات التي دفعت إلى حصول المغرب على الاستقلال دينا كما قلنا في تقرير وكيفما جاء في المناقشة دينا غادي نحاول نعلم هالتعلمات وهالمعارف وهذه المعطيات اللي اخذينها في هذه الحلقة نعلمها انفسنا أولا ونعرف بها ولداتنا باش دائما نتكروها والتزموا بها ودائما نتكروها في حياتنا كلها وباش تزيدوا أنكم تبحثوا في هذا الموضوع باش تغنيوا الرصيد ديكم التقافي في هذا المجال أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين لحق دينا وصلت نهايتها إلا أبغيتوا تشوفوا هذه الحلقة مرة أخرى ما عليكم إلا تتبعوها على الرابطين الإلكترونيين لكي تظهروا الآن أمامكم على الشاشة وبهذا تكون الحلقة دينا وصلات نهايتها ما بقى لي إلا ندعكم على أمل لقاء بكم في حلقة مقبلة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة